هذه أبرز العناوين حقيقة انسحة بالمنتخب القابوني من مواجهة المنتخب الوطني المغربي عاجل نجم المنتخب المغربي يقرر اعتزال لاعب كرة القدم أيتمنى يفاجئ جماهير الوداد الرياضي بالتعاقد مع لاعبين من العيار التقيل والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس حقيقة انسحة بالمنتخب القابوني من مواجهة المنتخب الوطني نفى مصدر مقارب من الاتحاد القابوني لكرة القدم حسب ما ذكره موقع المغرب سبورت نفى الأخبار المتدولة عن انسحاب منتخب القابون من مواجهة المنتخب المغربي في تصفية كأس الأمم الأفريقية 2025 وكددت المصدر أن منتخب القابون سيشارك في المباراة المقررة الشهر المقبل إن شاء الله وأن الاستعداد جارية بشكل جيد لهذه المواجهة المهمة يذكر أن شائعات انتشرت مؤخرا حول احتمال انسحاب القابون بسبب أزمة قانونية قائمة بين الاتحاد القابوني والمدرب السابق باطريس نوفو والذي حكمت له المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي بتعويض ماليا قدره 570 ألف يورو نتيجة فسخ حقده بشكل تعسفيا ورغم هذه الأزمة شدد المصدر على أن الاتحاد القابوني يعمل بجد لحلها وأن مشاركة المنتخب في تصفية لن تتأثر بها عاجل نجم المنتخب المغربي يقرر اعتزال لاعب كرة القدم في سن 34 عاما أعلن زهير فضال المدافع المغربي الدولي اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة في الملاعب المغربي والأوروبية وكتب فضال تدوينة على حسابه في منصة إكس معبرا عن شكره لكل من دعم مسيرتها مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل وشكر اللاعب الأندية التي حمل قمصانها بما في ذلك المنتخب الوطني المغربي والفتح الريباطي وبارما الإيطالية والسينا الإيطالي وباليرمو الإيطالي وليفانت الإسباني وألافيس الإسباني وريال بيتس الإسباني وسبورتينج الإشبون البرتغالية وبلد الوالد الإسباني وألني اسبورت تركيا وانتهت مسيرة ظهر فضال الاحترافية مع ألني اسبورت تركيا السنة الماضية قبل أن يقرر توديع ملاعب كرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد ايتمنى يفاجئ جماهير الويداد الرياضي بالتعاقد مع لاعبين من العيار التقيل زفا يشم ايتمنى رئيس الويداد الرياضي خبرا صرا جديدا لجماهير النادي الوفية حيث أعلن عن نجاحه في التعاقد مع الموهبة البرازيلية بيدرو هنريكي دي أسيس الشهير ببيدرينيو والبالغ من العمر 20 سنة ورتبطا بمجار ذكره نشر رئيس الويداد الجديد عبر حسابي على الانستغرام صورة للعب البرازيلي سلف الذكر أرفقها بتعليق جاء فيها لقد حصلنا عليه في إشارة إلى بيدرينيو الذي يعتبر من المواهب الكروية المعروفة بالبرازيل والذي يتنبأ له الكل بمستقبل كبير بالنظر إلى المهارات والإمكانيات التي بصم عليها سابقا سواء مع فريق كورونتيانس أو حتى رفقة المنتخب البرازيلي لأقل من 17 و19 سنة وفي سياق متصل لم يتم حتى الآن الكشف عن تفاصيل أكثر حول تعاقد الويداد الرياضي مع اللاعب البرازيلي بيدرينيو الذي يشغل مركز وسط الميدان الهجوم في انتظار تقديمه بشكل رسميا إلى جانب باقي لاعب الجدد الذين ضمتهم إدارة النادي خلال المركات الصيفي الحالية وقبل ذلك بصاعات قليلة أعلن النادي الأحمر عن نجاحه في التعاقد مع المهاجم كاسيوس مايلولا اللاعب السابق لنادي سانتاونس الجنوب إفريقية ونادي تورونتو الكنادية لمدة سنة على سبيل الإعارة مع إمكانية شراء العقدة وجاء تعاقد الويداد مع المهاجم الكاسيوس بناء على طلب خاص من مدربه السابق مكونا ربان الجديد للفريق البيضاوي والذي يعرف جيدا مهارة هذا اللاعب وقدرته الكبير على تقديم الإضافة المرجوة وبالإضافة إلى اللاعبين سليفي الدكر يشار إلى أن الويداد الرياضي تعاقد منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية مع ستة لاعبين مميزين وهم محمد الريحي ومحمد مفيد وحمز الساخي ونبي المرموقة وجود خلوق والحارس عبد العالي المحمدي الويداد البيضاوي يحسم مسألة التعاقد مع المغربي ناسم الشادلي توصل الجناح المغربي ناسم الشادلي لعب فريق لهافرال فرنسي إلى حل مع وكيل أعمالها وبالتالي من المنتظر أن يأتي إلى الضار البيضاء اليوم لوقع مع الويداد الرياضي وانتهت المفاوضات على انضمام ناسم الشاد إلى صفاف الويداد في تعاقد من موسمين بقيمة لم يتم الكشف عنها على أن تنجز بقي التفاصيل بعد عودة اللاعب من فرنسا لإنهاء بعض الأمور الشخصية هناك وحل اللاعب البالغ من العمر 23 سنة بمدينة الدار البيضاء لإنهاء تفاصيل العقد الذي يربطه بالويداد الرياضي بعد أن وفق نديل هافر على تسرحه خلال الملكة الصيفية الحالية وأفادت بأن ما يتير القلق داخل الويداد هو إصرار الشادي على تأخير التوقيع الرسمي لحين عودته من فرنسا الأمر الذي يترك جميع الاحتمالات متحة ويأمل مكوين مدرب الويداد ضم اللاعب الذي يرى أنه قادر على تقديم العديد من الحلول الهجومية للفريق ويجاور الشادي حاليا فريق الوهافر الفرنسي لكنه قد الشطر الثاني من الموسم الماضي معارنة لفريق كونو كارنو الفرنسي الذي ينشطه في دور الدرجة الثانية علم أنه لعب في وقت سابق لأندية أولمبيك نيم وتروى ولنادي لومل البلجيكية وسبق له انحمل أنوان المنتخب الوطني الأولمبي الدولي المغربي مونير الحداد على أعتاب الانضمام لفريق جديد بالدورة الأسبانية يقترب اللاعب المغربي الدولي مونير الحداد الذي سبق له اللاعب مع أندية كبيرة مثل برشلونة وإشبيلية وفالونسيا وخطافية يقترب من اتخاذ قرار جديد في مسيرتها الرياضية فبعد أن كان على وشك الانضمام إلى أحد الأندية السعودية خلال الأسباع الماضية يبدو أن مونير يميل الآن للبقاء في الدورة الأسبانية وتحديدا عبر الانضمام لنادي لغانيس وفق لمصادر مطلعة من بينها برنامج التشرينغيتو وصحيفة ماركا الأسبانية فقد أبدى مونير الحداد اهتماما كبيرا بعرض فريق لغانيس الأسبانية وهو ما يجعله يفضل الاستمرار في لليغ الإسبانية بدلا من الانتقال إلى الدورة السعودية للمحترفين مونير الذي أنهى عقده مع نادي لسبالماس في الثلاثين من يونيو الماضي كان يعمل بجد للحفاظ على لياقته البدنية منتدرا العرض المناسب ورغم تراجع عدد أهدفه في المواسم الأخيرة إلا أن خبرته في الدورة الإسبانية تجعله هدفا مغريا لعدة أندية وإذا تمت الصفقة فإن المدارب بورخا خيمينيز قد يجد في اللاعب المغربي مونير الحداد اللاعب الميتالي لتعزز خط الهجوم خاصة وأنه يمتلك قدرة على اللاعب في مركز الجناحة وكذلك كمهاجم صريحة مونير الذي سبق له تمثيل المنتخبين الإسباني والمغربي يسعى لاستعادة حسة التهديف التي جعلته من أبرز المهاجمين الصعيدين على الصحة الإسبانية في وقت صبق ترجمة نانسي قنقر